السلام عليكم ورحمة الله، أهلاً وسهلاً بكم طلابنا العزاء، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي، واليوم سنتكلم عن position of the vocal cords بوضع الحبالة الصوتية، بالبداية أول حالة عندنا من حالتها، طبعاً هنا حالات أربعة، أول حالة هي اللي هي wide apart دوائدة حالة هي اللي هي حبالة الصوتية، بالمصارات، تباعداء الحبالة الصوتية، هذا هي اول حال الحالة الثانية هي نارو غلوت في سلاك، وفي حالة عمرية العثور المصرات، و في نفس الواصف القثرة السوء يسمى Voiceless Glutter Frigative اللي هي الأصوات اللي يكون بها هناك احتكاك اللي يكون بها عفواً اللي ما يكون بها احتكاك اللي هو صوت اله اللي هو ما يكون اللي هو Voiceless Voiceless يعني بلا اهتزاز والله هو صوت اله هاي الحالة تتبع صوت اله الحالة الأولى اللي هي تشمل Voiceless أما الحالة الثانية فهي تشمل ناطق صوت اله بهاي الطريقة اللي هو مفتوحة من فوق نجعله Vibrated Vocal Chords It is one the normal edge of the vocal very close to eachother اللي هو من اسمه Vibrated اللي يكون بها اهتزاز للحبال الصوتية اللي هي يكون Voiced Sounds اللي هي أصوات Voiced وماكو صوت مهموس يكون به اهتزاز لأن الحبال الصوتية تكون متقاربة من بعضها لبعض وهذه الحالة أنا أشبهها دائماً مثل فردتي شباك شباك إلى فردين فرد الأولى والفردة الثانية واحدة مقابل الثانية تفتح وتغلق لما تكون قريبة جداً من بعضها لبعض يكون أكو خرخشة للهواء أو ضيق مما يسبب اهتزاز للحبال الصوتية فهذه أنا أشبهها بهاي الحالة اللي هي حالة رابع حالة اللي هي حالة Closed vocal cords طبعاً نفس الاسم وعند الصوت تفتح وتغلق طبعاً هذا الصوت اللي هو يشبه صوت القحة الحبال الصوتية تكون مقلغة تماماً شون واحد لما يقح يعني مو لما يطلع الصوت مع القحة الاغلاق اللي يكون قبل القحة الاغلاق التام من الحبال الصوتية هذا هو طبعاً هذا يرمزولة بهذا الصوت اه 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 ماكو صوت أصلاً يعني حبال الصوتية تكون مغلقة تماماً تسمى بال Closed Closed vocal cords ترجمة نانسي قنقر